السؤال بعد ذلك هل الحب حرام أم حلال؟ الحب ينقسم إلى قسمين حب في إطار الزواج وحب قبل الزواج الحب الحلال في إطار الزواج طبعا المقصود هنا حب الرجل للمرأة أو المرأة للرجل يعني مش الأباء والأمات والأبناء ده موضوع تاني فهنا إذا ما فيش حاجة اسمها حب قبل الزواج هذا اسمه زنا نوع من أنواع الزنا ليه؟ لأن الإنسان لا يصل إلى مرحلة التعلق القلبي لا يتعلق رجل بامرأة تعلقا قلبيا ولا تتعلق امرأة برجل تعلقا قلبيا قبل الزواج إلا إذا حدث ما يسمى بزنا الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر واللسان زناه الكلام واليدان زناهما اللمس والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدقه أو يكذب فالقلب يهوى ويتمنى إمتى؟ لما يحصل نظر حرام استماع حرام تفكير حرام بيؤدي إلى أن القلب يهوى فالإنسان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويعرف أنه وصل لمرحلة التعلق القلبي إذا كان ده قبل الزواج وأنه وصل إلى ذلك بسبب زنا الجوارح فيتوب إلى الله عز وجل من ذلك ويكثر من الاستغفار ويقول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك يغنيه الله بالحلال الطيب ويغنيها الله أيضا بالحلال الطيب ويذهب التعلق القلبي هذا ببركة التوبة والإقبال على الله عز وجل. أما بعد الزواج الزواج بيأتي برؤية شرعية بحيث أن يكون فيه إجاب وقبول بحيث أن يكون فيه قبول مبدئي فإذا حدث القبول المبدئي والارتياح بالنسبة للرجل المرأة أو المرأة للرجل بيبدأ بعد ذلك العقده بعد ذلك بيكون التعلق الحلال والحب الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب أن يحب الرجل زوجته وتحب المرأة زوجها الحب الحلال. أما هذا الحرام فيتوب الإنسان منه. بقى لست سنين متزوجة وزوجي مش بيصلي غير يوم الجمعة أعمل إيه تكلمتي معه كتير عليك أن تستمر في نصحه فهو يعني بيصلي الجمعة معنى أنه ترك الصلاة كاسلا وهذه من أكبر المعاصي والعياذ بالله لذلك العماء اختلفوا في شأن ترك الصلاة كاسلا. هل هو خرج من الملة أم ما زال على الملة؟ وإن كنا نرجح أن من تركها تكاسلا لم يخرج من الملة لكنه على أكبر كبيرة في الإسلام. أشد من الزنا وأشد من الصرقة والعياذ بالله لذلك ينبغي أن ننظر إلى الأشياء بمنظور الشرع. الشرع بينظر إلى ترك الصلاة على أنه بيرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. أشد من أكبر الكبائر كذلك. أشد من الزنا. أكبر الكبائر كذلك اختلفوا فيه هو لسه مسلم والله خرج من الإسلام. ما اختلفوش مع قبح الزنا مع قبح الصرقة مع قبح الربا. ألو مسلم عاصي وعلي أن يتوب إلا يعني عليه ما يستحق من العذاب إذا لم يناله عفو الله. أما تارك الصلاة اختلفوا. هل هو لسه مسلم والله خرج من الإسلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فترك الصلاة ليس أمرا هينا أبدا 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 فعليك أن تستمر في نصحه وتبين له خطورة ذلك. وأن الله قال في شأن الذي يدخل الصلاة ويؤخر الصلاة عن وقتها فويلل المصالين الذين هم عن صلاتهم سهون. فما باننا بتارك بالكلية. فاستمري على نصحه وتذكيره شيئا فشيئا وحافظي على دينك. وإن شاء الله يعني يهدى بإذن الله سبحانه وتعالى مع كثرة النصح والدعاء. فالقلوب بين وصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.